من التوقيت المذكور وإلى غاية فجر يوم غد الجمعة رئيس اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة ولي بن زرط سمير عبداللوي أفاد في بلغ أصدره اليوم أن هذه العملية تأتي عقب إتمام الفريق الفني المتعهد بإصلاح مخلفات الحريق الذي جد مؤخرا بالجسر للإجراءات والإصلاحات الفنية لمختلف شبكات الخاصة بإعادة رفع هذه المنشأة مؤقتا ودعت اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة عموم المواطنين ومستعملي الجسر إلى التفاعل الإيجابي مع هذه الإجراءات الفنية وتوخي الحيطة والحضر على الطريقة